أسئلة الفاصيل القاربين أن أظمة العدحة وأساس كل نظام والآخر هي أساس النظام عشري عشرة رموز المستخدم من صفر لوين طبطه 0123456 لعن تسعة صح؟ النظام الثنائي اتنين رموز المستخدم من صفر واحد النظام الثماني الثمانية أساسه يستخدم من صفر 11234 لوين لعن سبعة نظام الثلاث عشر ستاش نستخدم صفر واحد نين ثلاثة أربعة لسعة بعدين نكتب A B C D E E F صح؟ أوكي وضح المقصود نظام العد نظام عشرة نظام ثنائي نظام ثنائي كلهم موجودين عندنا شابتر تعريف كل واحد فيهم كثير سهلين حالي اللي يعد النظام ثنائي أقل أنظمة العد ملائمة لإستخدام الحاسب حكي أنه فيه درات إلكترونية كل الحاسب درات إلكترونية فكلها بتتعامل على الان والوف لما تكون مفتوحة درة نحط قيمة صفر لما تكون مغلقة نحط قيمة واحد موجودة في بداية النظام العد السنائي يعد النظام العد عشرة من أنظمة العد الموضوعية نعم موجودة بصفحة 11 أنا شبتها قبل شوي موجودة عندكم إجابة صفحة 11 هي يعد النظام العد الموضوعية إذا كانت القيمة الحقيقة للرقم في عدم العد الخانة إلى آخرهم والقاعدة اللي معها هذا يعني كلام سهل جدا أعطي مثالا على أنظمة عادة ندملك وأنظام الثنائي أساس 2 حطوا أي أرقام برضو الأساس 2 نظام ثماني 7 6 وحطوا الأساس 8 والمهمة تكتبش رقم 9 أو 8 أو أي رقم ثاني غير من سبعة وتحت يعني 2 1 مثلا هن كتبنا هيك حبينا نكتب الأساس من 8 نظام سادس عشر اكتبوا A مثلا 2 سادس عشري اكتبوا 1 هيك عادي بصير سادس عشري أوكي اكتب الرمز المكافئ للنظام العشري لكل من الرمز الخانس سادس عشري A عبارة عن أنه رقم عشرة B 11 C 12 D 13 E 14 F H 15 حتى نظام ينتمي إليه علما بأنه عندنا الرقم ممكن ينتمي لنظام هاد هاد اسم الله علي بنتمي لكل الأنظمة ممكن يكون عشري وممكن يكون ثنائي وممكن يكون ثماني وممكن يكون ثماني وممكن يكون ثلاث عشري ليش أنه رقم واحد موجود فيهم كلهم فلزق الواحدين جنب بعض عادي احنا متفرج على كل خاني لحال فممكن يكون كل الأنظمة واحد A A مش موجودة غير بالسادس عشري عشان هيك هاي سادس عشري واضح ثمانية واحد أوكي بتفرج مش بقرأها واحد ثمانية تمانية واحد الواحد موجودة كل الأنظمة بس الثمانية لا موجودة بس بالنظام العشري والسادس عشري بإذن هذا الرقم كله على بعضه بس بالنظام العشري والسادس عشري فهمتوا علي كيف انتبهوا لقصة الجدول اللي شرحناه بالفيديو الأول انه كل نظام عد في مجموعة أرقام تنتمي فيه وحاكينا منلزق الأرقام جنبعد فبيطلعوا الأرقام الجديدة انهاي خمسة اثنين صفر خمسة اثنين صفر الصفر بيطبع لكل الأنظمة عشري وثنائي وسادس عشري وثمانية اثنين برضو لكل الأنظمة خمسة لا شو اثنين لكل الأنظمة الثنائي ما بيجي فيه اثنين فصار عندنا بس عشري وثمانية وثلاث عشري طب الخمسة برضو عشري وثمانية وثلاث عشري اذن هذا الرقم واحتمال يكون عشري واحتمال يكون ثمانية واحتمال يكون هكسة ديسمال اللي هو الثلاث عشري لانه كل خانة فيه الخمسة بتنتمي لكل الأنظمة لكل الأنظمة معدد ثنائي واثنين تنتمي لكل الأنظمة معدد ثنائي والصفر تنتمي لكل الأنظمة معناتهم التكل عام إذن هو بينتمي للثالث عشرة والثماني والعشرة الثنائي ما فيها غير صفر واحد هذا في خمسة وفي اثنين فإذن منشطط على الثنائي واضح وضحة الفكرة أتمنى أن تكون مضحة سهل إن شاء الله هذا الجزئية من أسهل الأجزاء بإذن الله